السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الله اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك هذه حلقة جديدة من سلسلة وصف الجن والنار نتناول فيها ملخص كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفرح لابن القيم علي رحمة الله وكتاب التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار لابن رجب الحنبالي علي رحمة الله وليت شعري هل حالنا كحال حنزلة رضي الله عنه وارضاه إذ جلس يوما على الطريق وقال نافق حنزلة فقال له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وماذاك قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار كأنها رأي عين فإذا رجعنا إلى أهلينا لعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا فقال أبو بكر بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الجنة والنار مثل هذا الحديث أورده الإمام من قيمة رحمة الله في حد الأرواح ولكن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال لو تكونون على كل حال كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تزنبوا لجاء الله بقوم يزنبون كي يغفر لهم قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لابنة من ذهب ولابنة من فضة حجر من ذهب طوبى ذهب وطوبى فضة وميلاتها المسك الأسمنت المسك وحصباؤها الحصى الزلط اللؤلؤ والياقوت وترابها الرمل الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبل سيابه ولا يفنى شبابه وثلاثة لا ترد دعواتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة مظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات ويقول الرب عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال من يدخل الجنة يحيا ولا يموت وينعم ولا يبأس ولا تبلى سيابه ولا يفنى شبابه قيل يا رسول الله كيف بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاتها مسك الأزفر وحصباؤها اللؤلؤ وليقوت وترابها الزعفران وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة لبنة من ذهب ولا بنة من فضة وترابها الزعفران وطينها المسك وقال رسول الله صلى الله عليه ولو صحبه وسلم لرجل قال له يا محمد قد غلب أصحابك اليوم وبأي شيء غلب قال يا محمد غلب أصحابك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأي شيء غلب قال سألهم اليهود كم عدد خزنة النار فقالوا لا ندري حتى نسأل نبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل يغلب قوم سؤلوا عما يعلمون فقالوا حتى نسأل نبينا ولكن هم أعداء الله سألوا نبيهم أن يريهم الله جبرة على سألوا الله أن يريهم سألوا موسى أن يريهم الله جهرة علي بأعداء الله فإني سألهم عن تربة الجنة فلما أن جاءوه قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه كلتيهما هكذا وهكذا وقبض واحدة أي تسعة عشر فقال فقال لهم رسول الله ما تربة الجنة فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا خبزة يا أبا القاسم فقال عليه الصلاة السلام الخبزة من الدرمكة فهذه ثلاث صفات في تربة الجنة ولا تعارض أحدها أن يكون التراب من الزعفران فإذا عوجنا بالماء صار مسكن والمعنى الثاني أن يكون زعفرانا باعتبار اللون مسكن وباعتبار الرائحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ليلة أسري بي يا جبريل إنهم سيسألون عن الجنة فقال جبريل فأخبرهم أنها من درة بيضاء وأن أرضها عقيان وأن العقيان الذهب اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إبراهيم عليه السلام ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام سيدنا إبراهيم يسلم عليكم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزبة الماء وأنها قيعان يعني جهزة للزراعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من عايز يشتري أرض في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الجنة عرضها السماوات والأرض هذا العرض ثابت وحظك من الجنة على قدر سيرك في طلب العلم تأخذ طولا أما العرض فثابت السماوات والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وصحبه عائد المريض في مخرفة الجنة كلما ذهبت لتزور مريضا تأخذ مكانا بقدر المسافة في الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أرحم الرحمن أما النار فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الويل فقال واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره قال الله عز وجل فويل للمصلي الويل واد في جهنم عيازا بالله من قيح أهل النار لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره الجبال تسيح من حر وادي الويل صهريج في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار وفي قول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جبل في جهنم اسمه العقبة وعن أبي رجاء قال بلغني أن مطلعها سبعة آلاف سنة سبعة آلاف سنة وإنما هبطها سبعة آلاف سنة وقيل ري وأثام نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار وعن أبي عبيدة ابن عبد الله في قول العز وجل فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر اللهم أجرنا من النار يا رب وقال شفي بن ماتع إن في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من أعلاه أربعين عاما قبل أن يبلغ إلى أصل شوف رعب السقوط السقوط والهوي يهوي أربعين سنة لا ينتهي قال الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هوى قصر في جهنم وإن في جهنم وديا يدعى أثاما فيها حيات وعقارب فقار إحدى هن الفقرة الوحدة بس في جسم الحية والعقرب مقدار سبعين قلة سم قلة سم فيها سم مثل أربعين قلة القلة مقدار كبير جدا من اللترات والعقرب منهن مثل البغلة تلدغ الرجل فلا يلهبه فما يجد من حر جهنم من حمو لدغتها يغلب لدغ هذا العقرب حر جهنم العزو بالله فهو لمن خلق له وإن في جهنم واديا يدعى غيا يسيل قيحا ودما وإن في جهنم سبعين داء شفت جهنم فيها أمراض نسجوا عينين كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم وقال أنس رضي الله عنه في قولي عز وجل وجعلنا بينهم موبقا هو واد من قيح في جهنم عياز بالله وعن سعيد بن جبير قال السعير واد من قيح في جهنم ولا عياز بالله وعن أبي مالك عن أبيه إن جهنم لآبارا إن في جهنم لآبارا من ألقي فيها تردى سبعين عاما ثم ينزع بهذه الآية اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا اللهم أجرنا من النار يا رحمن الرحيمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر زي النمل في صورة الناس يعلوهم كل شيء من الصغر كل حد في جهنم أطول منهم حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال وصارة أهل النار ومن شرب القمر شرب من طينة الخبال وصارة أهل النار فيا عباد الله هذه أودية وأراضي الجنة وأودية وأراضي النار هذه جبال جهنم وأشجار الجنة وكل دار تهيأت لساكنها فادخلوا الجنة بالأعمال الآن تدرككم رحمة الله فيها وفروا من النار بالتوبة النصوح وباب التوبة مؤقتا